الانتشار السريع لفيروس كورونا وخصوصا في الصين يحصد المزيد من الأرواح وفي الصياق ارتفع عدد ضحايا الفيروس في هذا البلد الموبوء إلى أكثر من 170 قتيلا بالحد الأدنى وقد سجلت الصين أكثر من 1700 إصابة جديدة بالفيروس المميت لتصل الإصابات فيها إلى عدد بلغ أكثر من 7700 إصابة بالحد الأدنى وعلى وقع تسجيل إصابات في أكثر من بلد كانت الإجراءات تتخذ على عجلة وفي الصياق أعلن الرئيس الأمريكي تأسيس وحدة خاصة لمواجهة فيروس كورونا كذلك أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي أن روسيا ستحد من حركة خطوط السكك الحديدية من وإلى الصين بسبب تفشيء الفيروس وأوضحت أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن نظام الرحلات الجوية إلى الصين في موعد لا يتجاوز دوم الجمعة وأكدت أنه في غضون يومين ستقوم وزارة النقل ووزارة الخارجية بتقييم الوضع بحسب عدد مواطنيها العائدين إلى روسيا وفي سياق متصل اتفقت كوريا الجنوبية والشمالية على تعليق عمل مكتب الاتصال المشترك بينهما في مدينة كيسونغ الحدودية بكوريا الشمالية مؤقتا بهدف منع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة وهان الصينية وأشرت وزارة الوحدة في سيول إلى أن الكوريتين عقدت اجتماعا في مكتب الاتصال المشترك واتفقتا على تعليق عمل المكتب مؤقتا إلى حين انتهاء أزمة فيروس كورونا الجديد مع الابقاء على التواصل عبر فتح خط للهاتف والفاكس وقررت سيول إعادة موظفيها المقيمين في كيسونغ الذين يبلغ عددهم 58 مسؤولا في الوقت الحالي إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن كما أن السلطات الكورية الجنوبية تخطط لإجلاء لعياها البالغ عددهم حوالي 720 شخصا من وهان الصينية وفي المحيط أعلن المتحدث باسم شركة الطيران الإسرائيلية عن قرار الشركة تعليق رحلاتها إلى بكين مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك يعود إلى فيروس كورونا وأشار المتحدث إلى أن رحلات الشركة إلى وجهات أخرى في الصين ستستمر كالمعتاد ولم تسجل في إسرائيل أي إصابات بالفيروس حتى الآن لكن وزارة الصحة الإسرائيلية حثت المسافرين الواصلين إلى إسرائيل على عدم الاختلاط في الأماكن العامة لعدة أيام حتى وإن كانوا يتمتعون بصحة جيدة